اشتركوا في القناة كانت توابع البحرين بمفهومها العام تشمل كلا من جزر البحرين وشبه جزيرة قطر منذ فتح البحرين عام 1783 ميلادية ونالت هذه التبعية اعترافا دولية بعد توقيع معاهدة السلم البحري مع بريطانيا عام 1820 ميلادية وتبعتها عملية المسوحات البحرية والجغرافية التي عززت ذلك الاعتراف وتبعت تلك المسوحات توقيع اتفاقيتين عام 1861 وعام 1868 ميلادية والتي اكدت تبعية شبه جزيرة قطر لجزر البحرين وعلى الرغم من احتلال البدع فيما بعد من قبل العثمانيين المتواجدين في المنطقة فان سيادة الدولة الخليفية على بقية مناطق شبه جزيرة قطر والزبارة على وجه الخصوص كان مستمرا وواضحا للعيان كان الغواصون من اهالي اقليم الزبارة يغوصون في هيرات جزر البحرين والعكس وهذه خريطة لمغاصات اللؤلؤ توضح تلك السيادة كما وضحها راشد بن عبد الرحمن الزياني في كتابه الغوص والطواشة وقد كان والده وجده احد اشهر طواويش اللؤلؤ في البحرين وتوابعها المت بالمنطقة سلسلة من النكبات ادت الى انهيار صناعة اللؤلؤ وكانت البداية في شهر سبتمبر من صيف 1925 ميلادية حيث ضرب المنطقة اعصار شديد ساهم في غرق المئات من السفن ووفاة الكثير من الغوويص ودخل الحزن في كل بيت واطلق عليها سنة الطبعة تواصلت تلك النكبات مع وصول اللؤلؤ الياباني الى المنطقة واكتشاف خلطه مع اللؤلؤ الطبيعي في البحرين والخليج وبومباي والحقت الاذى بهذه الصناعة والتجارة والجأ حكومة البحرين الى اصدار قوانين لمكافحة الغش بخلط اللؤلؤ الياباني بالطبيعي وتطبيق عقوبات صارمة للمخالفين ولكن كل ذلك لم ينهي القدر المحتوم وهو حدوث الكساد العظيم الذي ادى الى الحسار تجارة اللؤلؤ التي اعتمد عليها ابناء المنطقة قرون من الزمن وهنا يبدأ زمن النفط قبل اكتشاف النفط في البحرين ثم لاحقا بقية دول الخليج العربي كانت عبادان المدينة الايرانية الواقعة على شط العرب المصدر الوحيد للمنتجات النفطية في منطقة الخليج العربي تتولى استخراجه وتسويقه شركة البترول البريطانية الايرانية وهي الشركة الوحيدة المحتكرة للنفط فيها وكانت الشركة المذكورة تصدر منتوجاتها من المواد النفطية الى جميع امارات الخليج العربي كانت المصالح النفطية في ذلك الوقت هي التي تتحكم في توجهات القوى الدخيلة في منطقة الخليج ومن خلفهم شركة النفط الانجلو ايرانية لذلك لقى اكتشاف النفط في البحرين واستخراجه مقاومة كبيرة كون شركة النفط البريطانية الايرانية في عبادان هي المحتكرة الوحيدة للنفط في المنطقة فتعطلت جميع محاولات اكتشاف النفط في جزر البحرين عشر سنوات منذ العام 1914 وفي عام 1924 قدم الى البحرين شخص نيوزلندي الاصل بريطاني الجنسية يدعى الميجر فرانك هورمز على رأس شركة بريطانية تدعى Eastern and General Syndicate Limited كانت مهمته تنحصر في استخراج الماء العذب عن طريق حفر آبار ارتوازية عرض الميجر هورمز على نائب الحاكم سمو الشيخ حمد حفر بئرين تجريبيين احدهما في المنامة والاخر في المحرق على ان لا يدفع له تكاليف ذلك الا اذا تفجر الماء العذب منهما وفعلا باشر عمله على هذا الاساس ولما نجح في مهمته تم التوقيع معه لحفر آبار اخرى استغل الميجر هورمز وجوده في المنطقة فعهد لبعض الجيولوجيين البريطانيين التحري عن امكانية وجود نفط في البحرين وبناء على النتائج الاولية المشجعة لتحرياتهم وقع في الثامن من ديسمبر 1925 امتيازا مع حكومة البحرين وتوابعها للتنقيب عن النفط فيها وايضا تم اعاقة محاولات اكتشاف النفط في البحرين مرة اخرى فما كان من الميجر هورمز الا انباع الامتياز لشركة ستاندرد اويل اوف كاليفرونيا الامريكية وبدعوى الخشية من زيادة النفوذ الامريكي في المنطقة تم ايضا اعاقة ومقاومة هذا الاتفاق وتسبب ذلك في تأخير البدء بالتنقيب عن النفط لمدة ست سنوات اخرى بعد تذليل تلك الصعاب بوشر البدء بحفر اول بئر في السادس عشر من اكتوبر 1931 وتفجر منه النفط وتفجر مع هذا النفط التنافس بين الشركات الامريكية والبريطانية على نفط الخليج وكان للمصالح النفطية اثرها الكبير فيما حصل للمنطقة بعد ذلك من سلب للحقوق